اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن روح الإصرار والتحدي لدى أبناء البحرين عززت من تطلعهم الدائم نحو اعتلاء منصات التتويج مشير السمو إلى أن الإنجازات التي تتحقق في القطاع الرياضي والتي تجاوزت النطاق الإقليمي ما هي إلا نتاج للدعم الذي تلقاه الرياضة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله وراء جاء ذلك لدى لقاء السمو حفظه الله بغصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسبق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق وعضاء مجلس الإدارة ولعبي فريق كرة القدم بالنادي والجهازين الفني والإداري بمناسبة فوز النادي للمرة الثانية بلقب كأس مسابقة الاتحاد الآسيوي حيث هنأ سموه جميع منتسبي نادي المحرق العريق بهذا الإنجاز الدولي المشرف الذي يبعث على الفخر والاعتزاز مشيدا سموه بما قدمه لعب المحرق من مستويات متقدمة أكدت على إمكانيات الفريق وقدراته على المنافسة في المسابقات الدولية بكل جدارة واستحقاق وقال سموه أن هذا الإنجاز الوطني الكبير ما كان ليتحقق لو لا تكاتف كافة الجهود وإصرار وعزم لعبين للمحرق والجهازين الفني والإداري وكانت محاصلة هذه الجهود مجتمعة فوزا مشرف يضاف لسجل نادي المحرق العريق وللإنجازات البحرينية التي هي محل فخر للجميع مواجها سموه تحية شكر وتقدير للاعبي نادي المحرق وللجهور البحريني الذي وقف بكل مشاعره داعما ومؤازرا لفريق المحرق وتوجت هذه الوقفة ولله الحمد بهذه النتيجة التي شكلت فرحة لكل أبناء البحرين وتمنيا سموه لنادي المحرق كل التوفيق والنجاح في المسابقات المقبلة كما نوى سموه بهذه المناسبة بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية في تطوير الرياضة البحرينية وتقديم الدعم لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية وقد رفع رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبية النادي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي وليل عهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من دعم وأسناد للقطاع الرياضي قاد لتحقيق الإنجازات ومنها فوزه للمرة الثانية بكأس الاتحاد الأسيوية اشتركوا في القناة